بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اسمحوا لي أولاً أن أقول إليكم تحيات فخامة الرئيس محمد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الذي كان حريصاً على مشاركتكم هذا الاجتماع الهام إلا أن بعض الالتزامات المعلحة حالت دون ذلك وقد شرفني بتمثيله في هذا المؤتمر الهام وهذه كلمته بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم صاحب الجلال الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأملكة الأردنية الهاشمية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة أصحاب الفخامة رؤساء الدول صاحب المعالي الأمين العام الأمم المتحدة سيد أنتونيو جوتيريس أصحاب السومي والمعالي والسعادة ممثل الدول العضاء أيها السادة وسيدات أود في مستهل هذه الكلمة أن أتقدم إليكم بخالص الشكر وبالغ الامتنان لصاحب الجلال الملك عبدالله الثاني بن الحسين ولصاحب الفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وللأمين العام للأمم المتحدة سيد أنتونيو جوتيريس على الدعوة المشتركة التي وجهها للمشاركة في هذا المؤتمر رفيع المستوى الذي يلتئم في الأردن الشقيق واحة السلم والاستقرار في وطننا العربي تحت عنوان الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة أصحاب الجلال والفخام والسمو والمعالي السادة والسيدات غزة جرح نازم في قلب أمتنا العربية وبصفة عار تلاحق الضمائن الحرة في العالم الذي يتفرج من تسعة أشهر على أول حرب إبادة جماعية ممنهجة وموثقة في الصور والصوت في تاريخ البشرية ولا يحرك ساكناً لإقافها ومساءلة مرتكبها غزة المأساة الإنسانية غير مسبوقة التي لا يلوح في أفقها اليوم سوى المزيد من القتل والتدمير والتجريد والتجويع غزة المعاناة الحديدة لأكثر من 2.3 مليون فلسطيني والتي تفاقمت مأساة مواطنها العزة منذ بدء العمليات العسكرية في رفع وما أسفرت عنه من تقتيلٍ والتهجيرٍ قسريٍ في ظل غياب الأماكن الآمنة والغذاء والماء والدواء غزة التي لا يجد مواطنها مفرًّ من الموت والجوع إلا إليهما تحتاج بالفعل لهذه المبادرة العاجلة من الأشقاء ومن الأمم المتحدة للتضامن معها وبحث أنشع الوسائل وأعجلها لأغاثتها ومن هنا يأتي دعمنا القوي لهذا اللقاء والذي يعكس الروح الإنسانية والتضامن العالي للقائمين عليه مؤكدنا على أهمية إضافة لجهود الدولية لأغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق ونثمِّن في هذا الإطار النداء العاجل الذي أطلقتهم منظمة الأمم المتحدة لجمع 2.8 مليار دولار أمريكي للوكالة الإنسانية لتنفيذ خطة الاستعجالية لصالح مواطن غزة والدفة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي السادة والسيدات أسمحوا لي في هذا المقام أن أذكِّر بموقف الجمهورية الإسلامية الموريتانية التضامن الثابت مع الشعب الفلسطيني الشقيق في كل وقتٍ وحين وفي هذه المأساة الكبرى التي يمرُّ بها في هذه الأيام بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يتحدَّى بشكلٍ سافرٍ مبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وكل القيم والعراف الإنسانية والأخلاقية ومن هذا المنطلق بأننا نشد دعمنا المُطلق لكل الجهود المبذولة للتخفيف من معاناة أشيقنا الفلسطينيين مع أننا ندرك جيدًا بأن معاناة المنكوبين لن تخُفَّ حقيقةً إلا بالوقف الظوري والدائم لإطلاق النار وعودة النازحين إلى مواطنهم وإعمار ما دمَّرت آلة الحرب الإسرائيلية الوحشية لتعود الحياة إلى طبيعتها إما نهاية المأساة فإنها ستظلُّ مرهونةً بإيجاد حلٍ عادلٍ لقضية فلسطين تنالُ بموجبه حقَّها في الحرية والاستقلال في دولةٍ لا تسيادةٍ كاملة على حدود 4 يونيوء 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ووفق المنبادرة العربية والقرارات الدولية ذات الصلة وفي هذا الصدد لا يمكننا أن نفوت هنا فرصة التعبير عن ارتياحنا للوعي المتنامي في الرأي العام الدولي لصالح القضية الفلسطينية ولما تولَّد عن هذا الوعي من اتساعٍ متزايدٍ للاحتراف بالدولة الفلسطينية أتمنى أن يحقق مؤترنا هذا الأهداف المرجوة منه لما فيه خيرٌ لشعبنا الفلسطيني الشقيق وللأمن والسلم في منطقتنا والعالم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته